بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بتفصيل الحديث عن أنواع الأعمال التجارية المنفردة أولى هذه الأعمال هو شراء المنقول بقصد إعادة بيعه أو تأجيره ولكي يعتبر شراء المنقول بقصد إعادة بيعه أو تأجيره عملا تجاريا لابد من توافر أربعة شروط الشرط الأول هو أن يكون هناك صبق شراء الشرط الثاني أن يرد الشراء على منقول الشرط الثالث قصد البيع أو التأجير الشرط الرابع قصد تحقيق الربح ونبدأ بتفصيل الحديث عن كل شرط من هذه الشرط الشرط الأول وهو صبق الشراء فلكي يعتبر شراء المنقول بقصد إعادة بيعه أو تأجيره عملا تجاريا لابد أن تقول ملكية المنقول إلى الشخص عن طريق الشراء فلو آلت ملكية المنقول للشخص عن طريق آخر غير الشراء كأن تقول إليه عن طريق الميراس أو الهبة أو الوصية أو العطية أو الجائزة فلا يعتبر هذا من قبيل الأعمال التجارية الشرط الثاني أن يرد الشراء على منقول ولكي يعتبر شراء المنقول عملا تجاريا لابد أن يرد الشراء على منقول فما هو المقصود بالمنقول المقصود بالمنقول كما عرفه فقهاء القانون التجاري هو السابت بحيزة الذي يمكن نقله من مكانه دون تلف بمعنى أن الكرسي منقول الطاولة منقول اللابتوب منقول الكمبيوتر منقول كل شيء يمكن أن ننقله من مكانه دون تلف أو دون أن يتغير في صفاته فإن هذا يعتبر من قبيل المنقولات فمثلا النخلة تعتبر منقول لأننا يمكن أن ننقلها من مكان إلى مكان دون تلف أما عقص المنقول فهو العقار والعقار هو السابت بحيزة الذي لا يمكن نقله من مكانه إلا بتلف مثل الحائط، مثل البناء، مثل الفيلا، مثل المدرسة فكل هذه تعتبر من قبيل المنقولات حيث أننا لا يمكن أن ننقلها من مكان إلى آخر إلا بإحداث تلف وبتغيير في صفات هذه الأشياء الشرط الثالث وهو قصد البيع أو التأجير لكي يعتبر شراء منقول عملا تجاريا لا بد أن يكون القصد من شراء المنقول إعادة بيعه أو تأجيره فإذا انتفى هذا القصد يعتبر شراء المنقول عملا مدنيا وليس عملا تجاريا لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو التوقيت الذي يعتد فيه بنية قصد إعادة البيع أو التأجير في الحقيقة أن الوقت الذي يعتد فيه بنية إعادة البيع أو التأجير هو وقت الشراء فيجب أن تنصر في نية الشخص وقت الشراء إلى أنه سوف يعيد بيع الشيء الذي اشتراه أو أنه سوف يعيد تأجير الشيء الذي اشتراه ولا عبرة بعد ذلك لتغير النية أو لتغير هذا القصد فإذا اشترى الشخص مثلا الشيء ذهب للحراق لشراء سيارة بقصد عمل بعض الإصلاحات عليها وعادت بيعها أو تأجيرها وتحقيق ربح فبعد أن اشترى السيارة وجد أنها سيارة جيدة وأنها بها جميع الكماليات التي يحتاجها فأراد أن يستبقي هذه السيارة لنفسه ولا يبيعها فهذا العمل يعتبر عملا تجاريا بالرغم من تغير نية المشتري لأنه العبرة بنيته وقت الشراء ولا عبرة بتغير النية بعد ذلك وعلى العكس تماما فلو كانت نية الشخص وقت الشراء استبقاء الشيء لنفسه ثم طرأت فكرة البيع بعد ذلك نظرا لوجود عيب في المنقول فلا عبرة بتغير النية فهذا العمل يعتبر عملا مدنيا ولا عبرة بتغير نيته وبايعه وحتى لو تحقق الربح لا عبرة بتغير النية وتحقيق الربح الشرط الرابع قصد تحقيق الربح فيجب أن يكون الشخص وقت الشراء يقصد من شراءه وعادة بيعه للمنقول أن يجني ربحا من وراء ذلك وهذا أمر طبيعي حيث أن عصب التجارة والمال وأن الغاية أو السبب من التجارة هي تحقيق الربح دائما فليست التجارة العملة التجارية من قبيل التبرع فيجب أن يكون قصد الشخص من العملية التجارية تحقيق الربح ولا عبرة بتحقيق الربح بالفعل من عدمه فتحقيق الربح من عدمه هو بيد المولى عز وجل ولا دخل للإنسان في ذلك وإنما العبرة بنية تحقيق الربح وليس تحقيق الربح بالفعل بعد أن تحدثنا عن الشرط الأول وهو شرط الشراء والشروط الأخرى ترد بعض الاستثناءات على شرط الشراء الاستثناء الأول وهو الزراعة والإنتاج الزراعي أراد المنظم السعودي أن يستسني العمليات الزراعية من كونها عمليات تجارية فاعتبر شراء المنقلات الزراعية والإتجار في المحاصيل الزراعية من قبيل العمال المدنية ولكن يشترط لأعتبار التجارة في المحاصيل الزراعية أو بيع المحاصيل الزراعية من قبيل العمال المدنية أن يتم بيع هذه المحاصيل بنفس الصورة التي خرجت عليها من باطن الأرض فلو أجرع عليها الشخص أي صناعة تحولية اعتبر ذلك من قبيل العمال التجارية فمثلا لو قام بتقطيع الخضروات وتغلفها أو تعليبها وبيعها للمستهلك فهذا يعتبر عمل تجاري لأنه غير من الصورة التي خرجت عليها القدرات من باطن الأرض كذلك لو قام بعصر الطماطم وبيعها لأنها صلصة أو معكون طماطم فإن ذلك يعتبر من قبيل العمليات التجارية لأنه غير من الصفة التي خرجت عليها من باطن الأرض فلا يعتبر ذلك من قبيل العمال المدنية الاستثناء الثاني وهو العمليات الاستخراجية المقصود بالعمليات الاستخراجية أي جميع الأشياء التي تخرج لنا من باطن الأرض مثال ذلك النفط والمعادن والمياه التي تخرج من الآبار فإذا قام الشخص ببيع هذه المنقولات فلا يعتبر ذلك من قبيل العمليات التجارية وإنما يكون من قبيل العمليات المدنية فكأن المشرع أو المنظم أراد أن يستسني المستخرجات التي تخرج من باطن الأرض من كونها عمليات تجارية ولكن أيضا يشترط لاعتبار المستخرجات التي تخرج من باطن الأرض عمل مدني أن يبيعها بنفس الصورة التي خرجت عليها فإذا قام بأي صناعة تحولية على هذه الأشياء اعتبر ذلك من قبيل العمليات التجارية فمثلا لو أخذ النفط وبدأ يكرره ويستخرج منه زيت ومزود وباقي المستخرجات النفطية اعتبر ذلك من قبيل العمليات التجارية أو لو قام بأخذ المعادن معدن الزهب وقام بتسييحه وعمل أساور وسلاسل للنساء منه فإن ذلك يعتبر من قبيل العمليات التجارية أو لو قام بأخذ المياه التي تخرج من الآبار وتعبئتها في زجاجات وبيعها بشكل معلّب فإن ذلك يعتبر من قبيل العمليات التجارية لأنه غير في الصورة التي خرجت عليها من باطن الارض الاستثناء الثالث ممارسة المهن الحرة ممارسة المهن الحرة مثل مهنة الطبيب ومهنة المحامي ومهنة المهندس ومهنة المحاسب ومهنة الصيدلي هي من قبيل العمليات المدنية وليست من قبيل العمليات التجارية فيعتبر ذلك استثناءا من شروط شراء المنقول بقصد إعادة بيعه أو تأجير كذلك بيع النتاج الزهني أو الفني فإذا باع الشخص نتاجه الزهني كمؤلف الكتاب إذا باع كتابه أو مؤلف القصيدة الشعرية إذا باعها أو صاحب براءة الاختراع إذا باع هذه البراءة فإن ذلك يعتبر من قبيل العمليات المدنية فأراد المنظم السعود أن يستثني ما ينتج من قريحة ذهن الإنسان من كونه عمليات تجارية واعتبرها من قبيل العمليات المدنية ولكن يشترط لاعتبار هذه الانتاج الزهني من التعامل فيه من قبيل العمليات المدنية أن يقوم الشخص صاحب المؤلف أو صاحب الانتاج الزهني نفسه ببيع انتاج الزهني أما لو قامت دار نشر أو مصنع بشراء الانتاج الزهني أو بشراء براءة الاختراع وقام بتنفيذه أو طبع المنتج الزهني للجمهور فإن هذا يعتبر من قبيل العمليات التجارية وليس من قبيل العمليات المدنية أخيرا من الاستثناءات مهنة الصحافة وإصدار الصحف والمجلات فإن هذه المهنة تعتبر من قبيل العمليات المدنية وليست من قبيل العمليات التجارية اشتركوا في القناة